اشتركوا في القناة وذلك بفعل تحسن مؤشرة الوضعية الوبائية للمملكة واكدت الحكومة انه لن يتم ابتداء من الان في اصدار اي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي اقرها المغرب منذ مارس 2020 وقررت الحكومة في اواخر يناير الماضي تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطنية من يوم الثلاثاء واحد وتلاتين يناير 2023 في الساعة الساديسة مساء إلى غاية ثلاثاء 28 فبراير 2023 في الساعة الساديسة مساء وذلك من اجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة لاجراءات وتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جايحة كوفي 19 كنتم مع نشرة اخبارية إلى اللقاء